متابعي قناة انفو تكفري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة حتكلم عن نموذج ذكاء اصطناعي طورته شركة شاومي هذا النموذج معروف باسم ميمو VL7B هذا النموذج هو Vision Virgin او قائم على الرؤية يعني ترفع له صورة مثلا ويه تتسأله عن هذه الصورة وهو نموذج مفتوح المصدر وهو 7P Model حجمه الصغير زي ما احنا شايفين ورغم حجمه الصغير الا انه هو اظهر اداء فائق مقارنة بنامازج حجمها اكبر منه فقدرته على فهم الصورة وتوليد ردود ايما على النصوص المصحبة لهذه الصورة هذا النموذج زي ما احنا شايفين حجم متوضع وده بيعكس فعالية كبيرة جدا بما ان النتيجة بتاعته اظهرت تفوق على النمازج الكبيرة وده بيفتح الباب امام استخدام اوسع في تطبيقات بقاءة تعليمية تجارية بدون الحاجة لبنى تحتية ضخمة الميزات التقنية الخاصة بهذا النموذج اللي بيعتمد على هندسة متطورة بتجمع التعلم من خلال رؤية الصورة والنص معا ويكونوا متاح كمصدر مفتوح هيسمح للمجتمع التقني بالتعديل والتطوير عليه وتكييفه حسب الاحتياجات بدون قيود ملكية فكرية من التطبيقات اللي بيقولوا انها محتملة في استخدام هذا النموذج ممكن تحليل الصور الطبية المساعدات الذكية في الروبوتات تحسين تفاعل المستخدم في تطبيقات الواقع المعزز او العالم الافتراضي وتسميات تلقائية للصور والفيديوهات النهاردة هختبر هذا النموذج على الام ستوديو حجمه كبير 16 جيجا بايت موجود على جيت هاب وايضا على هاجنج فيس في بعض السبيس موجودة ويكن انا فضلت ان انا نزله على الام ستوديو بحجمه الاصلي علشان اختبره افضل لان ما عجبنيش بصراحة اوي من الاسبيس الموجودة على هاجنج فيس حبيت ان انا اجربه من خلال الكود الاصلي على الام ستوديو يلا بينا اختبر هذا النموذج وقدرته على التعامل مع الصور اللي بيبقى موجود داخلها نصوص او حتى الصور العادية واستجابته للنصوص المصاحبة لهذه الصور من خلال الام ستوديو يلا بينا مطرحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية على الام ستوديو علشان نجرب النموذج الجديد وحط لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو علشان تبتدي ان انت تنزله لو انت عايز تنزله لوكالي عندك على الجهاز وتستخدمه كلمت عن الام ستوديو من قبل وحاليا فيه تحديث جديد حيطلع لك كده زي بوبا بويندو هيقول لك تحب تحدث فحدثت الى الاصدار الجديد وحنبتدي نشوف مع بعض منين بالحمل النموذج بتاعنا الاول لازم نحمل الماضي بتاعنا ودي ميزة الام ستوديو ان انت تقدر ان انت تنزل عندك اي نموذج لوكالي وتشغلها هتبتدي تدوس هنا على سيرش واول ما حدوس على سيرش هتبتدي تكتب اسم النموذج اللي انت عايز تنزله النموذج اللي انا عايزاه اللي هو النموذج بتاع شاومي نيمو فيه عندك السيفن بي ار ايل وفيه عندك السيفن بي اس اف تي ايه الفرق ما بين الاتنين يعني على حسب قرأتي في الجزء ده انت عندك السيف تي اللي هو السوبرفايزد فاين تونينج اللي هو نموذج معموله عملية تدريب اضافي باستخدام بيانات وهو مستقر من حيث التدريب وبيحتاج لكميات كبيرة من البيانات اما بالنسبة لي الار ايل بيسموه ساعة الار اف ايل اللي هو اي انفورسمنت فاين تونينج النموذج ده بيوفر البشر تقييم لوه لنظام المكافئة والعقاب بيتم تدريب النموذج على تحسين مكافئته ومش مجرد محاكاة بيانات انا نزلت الار ايل الار ايل اللي كمان بيستخدم اللي تشينوف ثوتس اللي هو التفكير خطوة بخطوة وبيولد حلول جديدة مش موجودة في البيانات الاصلية زي ما قلتلك انا نزلت اللي هو الار ايل حاج مؤدئي 16 جيجا بايت بعد ما هتعمله داونلود لو دست على علامة الداونلود هتلاقيه ظاهر عندك هنا هتبتدي تدوس على لود موديل هيتبتدي يتحمل معاك هنا خلاص كده هتعمله لودنج هبتدي هنا اختبره في الفيجن وقدرته فيه التعامل مع الصور سواء كانت الصورة دي صورة او كانت نصوص موجودة داخل الصورة لانه هو تركيزه الاساسي على الفيجن على الرؤية فهنا انت هتقدر ان انت ترفع الصورة بتاعتك هتلاقيه موجود add image هرفع صورة وهنا هقول له describe this image هنا قلت له وصف لي صورة دي وقل لي عدد الطيرات الموجودة داخل الصورة هبتدي ادو send وطبعا هو هيبتدي فكر thinking model هيكون فيه chain of thoughts لحد ما يديني الوصف ادي الصورة علشان برضو تبقى واخدين بالكم انا سألته عدد الطيرات واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة في هنا اربعة خمسة ستة سبعة سبعة طائرات وحنشوف النتيجة مع بعض فهو مطالب بحاجتين يديني الوصف وكمان يديني عدد الطائرات هنا لما سألته على عدد الطائرات قال لي ان تسع طائرات بيحيطوا بالشيب بالباتلشيب هذه السفينة الحربية طبعا الموضوع يعني خضيني وطبعا عطاني الوصف vintage image صورة قديمة اللي style بتاعها من امتى الوصف زي الفل مفوش مشيك لكن بالنسبة لعدد الطائرات انا شايفها سبعة فهنا طلبت منهم هو identify position بتاع كل واحد فيهم يعني يقول لي كده يعني position بتاع كل واحد فيهم مع ان هو قريد يقايل في عملية التفكير فهنا انا مستنيه يرد علي عشان اتأكد بس ان هما بيهلوس رحت على شاة جي بي تي عشان اسأله نفس السؤال تعالوا كده مع بعض لحد ما يرد ويديني position بتاع كل واحدة فين ايه دي شاة جي بي تي سألته عدد الطائرات اللي موجودة في الصورة قال لي 9 airplanes 9 قلت له طب قل لي position بتاع كل واحدة فاعطاني تفسيره هو فيه حاجات انا حاس ان هو شايفها انا مش شايفها في directly above smaller and slightly behind center left plan اعتقد اعتقد والله اعلم ان هو شايف حاجة انا مش شايفها يعني او هم شايفين حاجة انا مش شايفها فاردتوا ولي في التعليقات لكن شاة جي بي تي جاوب نفس الاجابة لما رحت بقى الجيميناي سألته جيميناي قال لي 8 حاجة 3 خالص فانا حبيت ان اختبره في الحتة بتاعت الهوميني دي عشان اشوف يعني هيعدها لي ازاي هو لسه يعد بيعد علشان يديني مكان كل واحدة فيهم ايه بالظبط او موقعها فين بالظبط ولكن زي ما احنا شايفين بيبتدي that's 7 wait maybe initial count was wrong يعني هو بيكتشف ال number around 7 to 9 والحد دلوقتي يعني مش عارفة حيستقر على ايه حيستقر على 7 ولا 9 بعد ما سألته حنشوف دلوقتي اللي اجابة مع بعض طبعا لما سألته السؤال وجاي فكر تاني قال لي yes that's 7 عبارة عن 7 طائرات واضح ان فيه mistake لما جيت في الاول في الاول خالص قلتلك العدد وبالتالي هنا اعترف بالخطأ لكن لما انا اكلمت شايف جي بيتي وقلت لما قلت له ديني كل واحد فين اعطاني اي حاجة يعني لو خدت بيالك حتلاقي في حاجات اصلا غير منطقية على الاطلاق حتى انا طلبت من شايف جي بيتي انه هو يبين لي مواضع هذه الطائرات على الصورة اعطاني حاجات غريبة جدا هتشوف دلوقتي قدامك الصورة اللي هتظهر حاطة ارقام عمل دابلي كيت للرقم 8 8 7 7 عمل حاجات غريبة كده هتشوفها دلوقتي في الصورة وبالتالي انا شايفة ان حتى هو هنا اعاد النظر مرة تانية وقال لي 7 جيميناي قال لي 8 حاجة تانية خالص انا حبيت بس اشارككم هذا المثال يعني انا كنت بصراحة مش عارفة هلأ اشاركه معاكم ولا لا بس المثال ده يعني ايه شوية غريب اتمنى اشاركوني رأيكم في التعليقات تعال نشوف حاجة تانية انا حروح هنا اعمل نيو شات من هنا وحبتدي ارفع صورة تانية والمرة دي بقى حبتدي ارفع شكل كده حاجة شبه الخارطة الزهنية وحقوله describe this image وحبتدي ادو send هو بس بياخد وقت شوية يعني معرفش بقى هل بياخد وقت على الجهاز هل ده رجع للجهاز او امكانيات الجهاز ولا لا ولكن في thinking بياخد وقت وحنشوف النتيجة في الاخر تعالة بقى نبص على النتيجة اللي حصلت عليها بعد ما فكر وشين او ثوت ونلاقي انه اعطاني image is a mind map اللي في النص في السنتر هو to do list organizing tasks بتعمل ايه ملاقونا فيها central node حاجة اساسية والmain categories في فئات اساسية وفيه sub tasks وحيبتدي يقولك الhome اللي بالred circle ومتفرع منها حاجات معينة وبالنسبة للورنج circle متفرع منها حاجات معينة والwork الgreen circle وهكذا ده بالنسبة للإجابة بتاعته وما شفتش الصورة الأساسية تعالي تعالي نفتح الصورة الأساسية بيبتدي يشرح لك بالتفصيل كل حاجة بتتكلم عن ايه انا هروح هفتح new chat هديله صورة زي بيبتدي زي ما احنا شايفين وبالتالي نقدر نعتمد عليه لو انت معاك صورة ايا كانت الصورة دي خدتها سكرينشوت تقمنين تقدر ان انت ترفعها وتعتمد عليه في فهم طبعا الصورة تعال نشوف حاجة تانية حبتدي اعمل نيو شات واجرب ارفع له صورة الصورة دي من مكان ما معلم سياحي مثلا وهنا عايزة اعرف المكان ده فين فممكن اقول له اين هذا المكان حبتدي اعمل سند المكان اللي اعطهولي عبارة عن village in georgia في منطقة معينة في georgia لما رحت الشات جي بي تي كان له رأي اخر هنا شات جي بي تي قال لي المكان هو ازربيجان او المكان ده في ازربيجان وعطاني اسم المكان فاعتقد ان شات جي بي تي هيكون اكثر صحة جربت معكم النهاردة نموذج شاومي الجديد اتمنى انتو تقدر ايكم في التعليقات انا شايفة بداية جيدة يعني كبداية نموذج من هذه الشركة الصينية ايضا واضح ان النماذج الصينية هتكتر جدا الفترة الاخيرة خصوصا المفتوحة المصدر اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تيك في ريوزي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا باللايك وشير والكومنت لو كنتم من تابعينا الاعزاء ولو كنت بتشوفنا الاول مرة متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة